ايمان امام عشور ورجل المباراة احصائياته وارقامه طيب لا امام عشور راح بنتكلم زي كده مع النادي الاهلي لما قدمه للشبح هو فعلا النهاردة كده طلع لنا في اللقطة الجون زي الشبح رغم من الفترة برضو اللي فاتت ضغط مباراة كبير امام عشور للمباراة الثانية على التوئيل ملا في التوقيت الكام بقى في ديئة 96 بنتكلم الاخر ديئة في المباراة النهاردة بص يا كابتن اسلام احصائياته للمرة التانية بنتكلم ان هو واحد من الافضل لعبين في النادي الاهلي صناعة الفرص صنع 3 فرص النهاردة في المباراة كاكثر لعيب الاهلي صناعة للفرص المحاولات على المرمز 3 من 6 3 محاولات صحيحة من 6 اكثر لعيب في الفريق عمل محاولات تمريراته كدقة 30 تمريرات صحيحة من 46 الكرات الطويلة اللي لعبها وحدة صحيحة مراغاته النجاحة الترئيس بتاعته بنتكلم 3 من 4 محاولات الاكثر في الفريق الفوز بالكرة او قطع الكرة عمل 16 مرة قطع الكرة وده برضو الاكثر معدل اكثر في الفريق الكرة التانية البوري كافر 10 الاكثر في الفريق الاعتراض الناجح اللي هو بتاخد الكرة مع الاستحواز 5 وخسر الكرة 4 مرات ده احصائياته في المباراة بنتكلم زي بقول لحضراتك كده اللعيب صفقة مميزة جدا نادي الاهلي صناحها بص ممكن ندعم بقى الاركام يا كابتن اسلام بالحالات بص هنا دي كرة في بداية الشرط الاول بترجم فلسفة النادي الاهلي انا اللي عجبني اوفر اكثر اه اه الاوفر جميل كريم طبعا ما كانش موفق بص هنا دي كرة اللي كابتن عادل قال عليها اللي هي الكرة السابتة اه يعني دي تاني مرة على فكرة تتعامل بنفس الفكرة تعملت في المباراة اللي فاتت يعني ممكن بس نرجع كرة كمان يا سمير الكرة اللي قابليها كمان بص هنا يا كابتن اسلام النادي الاهلي طول المباراة بيلعب او تحديد الشرط الاول فكرة الضغط وان انت دايما تاخد الكرة بص هنا امام كان فين راح خد الكرة فين وعمل عرضية تلات مهام في لحظة اللقطة دي تكررت اكتر من مرة في المباراة اطع والاوفر ايه انا خد الكرة ودق وبص اطع وعمل اوفر اوفر مصبوط بالزبط كده فالنهاردة بيرسي تاو كان ليه كرة في الشرط الاول اطحها ياسر ابراهيم في الدفاع عمل الكرة هنا نتكلم على دي تركاية كده في الكور السابتة مارس الكولر في الايام القليلة لذي كابتن عاد الكاب يقول بيحاول ان هو يحفظهم اي حاجة عملها بص هنا دي برضو كابتن اسلام هنا بص مودست حاول هنا على الخط موجود عشان خطر يعمل فرصة هدف او محاولة على المرمى ده بالاضافة لكرة الجون اللي هي اصلا بنتكلم في مهارة السرعة بص كابتن اسلام اخذ الكرة من عالجنب ايه ما فيش اي مشاكل حتى كابتن ناصر عباس اعتقد وبيحلل كمان الجون قال مفيش كمان فاول قبل الكرة هنا الترئيسة نبا سامير راجع عنا ديانا يا سامير راجع عنا ديانا الله خارج انطلاقة شوف ايه كان بقى اه تلاتة اربعة وتسعين شوف اكابتن ده هنا يعدي هنا شوف اكابتن شوف اكابتن شوف اكابتن ده اللي جاي ده هيعمل ايه اه كتف في كتف جزة داخل عليه اه جامع هيخش عايز يقتم برشاقة بحرفان اخذ الكرة وانا بقى توفيق ربنا توفيق ربنا لوحد للاعيم اكتهاد توفيق ربنا مرتين اكتهاد بالضبط لانه اكتهاد فالنهاردة امام عشور بيقدم اداء فردي يفيد الفريق بشكل يعني اداءه الفردي بيؤثر على الفريق والشكل الجماعي بشكل ايجابي مع زملائه فالنهاردة بنشوف النهاردة انه هو واحد من اهم اللعيبة اللي النادي الاهلي تعاقد معه على الفترة اخير لتدعيم هذا المركز دخل في الفريق زي ما اتكلمنا بسرعة رمى الانتقادات كلها ورى ظهره الضغط اللي عليه كل موضع قالوا عليه ندمان قالوا عليه زعلان بيقول لك بيرابه عليك يا سمير جابها من وراء حلو اه تحالنا 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 سمير لصباح لا قبل الخطة من وراء لا قبل الخطة بيقول لك كمان جون يعني هو جوني يجنن طبعا والله ما بحذر كانت معلش معلش يعذروني هو جوني يخلي اي حد يتنرفز لا بص بعد الكرة بص يا كابتن بعد الكرة وقفين تمام مفيش اي مشاكل هدا تاني يا سمير والله هدا تاني معلش مفيش اي حاجة مفيش اي اعتراضات حتى بقول لك كابتن ناصر عباس لا لا حتم الاول بقى وهو بيحلل هنا في القناة قالوا مفيش حتى كانوا بيعترضوا يقول لك أسلا فيه فاول مثلا قبلية مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة عايزين نعرف فعلا احنا بنحاول لك حاجة اه الجنة ويطوي كام فين يا جربتن لا لا انا بتكلم على قصدي هما بيحاول احنا بنحاول انه ايه احنا بنحاول ان الليلهم مبرر مفيش مبرر